السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفاه الله في القرآن بقوله قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين فأنا أول العابدين ومعلوم أن الملائكة تعبد الله فدل على أن النبي كان أولا قبل خلق الملائكة فهو أول عابد لله والعبادة معناها الانقياد لله عز وجل لتحقيق مراد الله من خلق الله فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين الآية هنا ممكن نفهمها بطريقة أول العابدين يعني أول الآنفين والمنكرين أن يكون لله ولد لأن عبد يعبد وعبد يعبد يعني أنف يأنف فيقول على هذا المعنى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين أي الآنفين المنكرين لذلك وإذا كانت بمعنى عبد يعبد يعني انقاد من الانقياد والعبادة فيكونه أول العابدين المنقادين لأنه أول المسلمين وبالتالي فالنبي صلى الله عليه وسلم من حيث أنه هو أول فهو أول المنكرين أن يكون لله ولد فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل إن كان للرحمن ولد وأنا أفضل الخلق أجمعين فأنا أول العابدين فيستحيل أن يكون لله ولد لأنني أفضل الخلق وأعلم الخلق بالله وأعبد الخلق لله وأول المسلمين وأنا من العابدين فيستحيل هذا الفرد ويبين ذلك أيضا أنه كان بقوله أنا هنا لا تعود على الشخص المحمدي الذي هو أحد أبناء آدم ولكن تعود على الرحانية المحمدية في قوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وبالتالي كان كونه رحمة للعالمين منفزا مراد الله منه حيث أخرج العوالم بهذه الرحمة وقسمها مئة جزء فأخذ كل عالم جزء من هذه الرحمة نعود مرة أخرى إلى العبادة وقلنا أن العبادة لابد فيها أن يسبقها الرحمة ثم بعد ذلك العلم ولذلك اتفق علماء المسلمون على مر العصور أن يروا حديث المسلسل بالرحمة الأولية لطلبة العلم عندما يلتقوا بهم الأول مرة حتى يبدأ طلب العلم بالرحمة كما قلنا في القرآن قدم الله الرحمة على العلم رحمة وعلمة كانوا يرون حديث المسلسل بالرحمة بالأولية لتلمزتهم عندما يريدون أن يطلبوا العلم على أيديهم فيقولون لهم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء يرحمكم بضم الميم هكذا على سبيل الدعاء يعني إذا رحمت من في الأرض دعا النبي الله سبحانه وتعالى لك أيها الراحم لمن في الأرض أن يرحمك من في السماء ودعاء النبي مستجاب أو يرحمكم من في السماء بسكون الميم يكون جواب للشرط أي إذا رحمت رحمت فهذا يكون جوابا للشرط وقوله يرحمكم من في السماء أي من في السماء أمره أو من في السماء حكمه أو من في السماء قدره وجنده وبالتالي لابد أن يقدر محزوف مقدر لأن السماء مخلوقة والله كان قبا خلقا في السماوات وبالتالي لا نظن أن الله يكون محصورا في خلقه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا فالله كان ولم يكن شيئا معه لم يكن معه سماء ولا أرض ولا عرش ولا كرسي ولا جنة ولا نار كان الله ولم يكن شيئا معه وهو الآن على ما عليه كان هذه المعلومات لابد أن يبدأ بها الإنسان قبل عبادته حتى تستقر عقدته سليمة في قلبه لأن سبب صدق الإنسان في عبادته أن يكون عقدته سليمة حتى تكون نيته سليمة لأنك لابد أن تكون متوجها إلى الله في كل أعمالك فإذا كنت متوجها إلى الله لابد أن تكون منزها لله عن كل ما لا يليق به عارفا لله بصفاته التي وصف نفسه بها والتي تدل على كمال التنزيه له سبحانه وتعالى أن يشبه الخلق ولذا يقول سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون والتالي الله سبحانه وتعالى لا يصفه الواصفون لأن الواصف من الخلق يصف وصفا مخلوقا في ذهنه ولو كان حتى في خياله والله فوق كل تصور سبحانه وتعالى وبالتالي لا تدرك الأبصار ليس كمثله شيء لم يكن له كفوا أحد لا ند له ولا شبيه في صفاته ولا ذاته ولا أفعاله فلابد من معرفة الله أولا لكي تصلح بعد ذلك عبادتك لأنك في عبادتك متوجها إليه فكيف تتوجه لمن تجهله أو تسيء الظن به كمن نسب لله الصاحب والولد أو نسب له الجهة أو نسب له المكان أو نسب له التكسيم والصورة المتصورة زهنا كل ذلك لابد أن تنزح قلبك وعقلك منه حتى تبدأ عبادة سليمة على أساس راسخ من العبادات ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرفنا بالله عز وجل صفات وأفعال وزات وأسماء حتى لا نعبد من نجهله فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه على نور الإيمان ونور الإيقان ونور المعرفة متواضعين لله ولخلق الله لا نبغي إلا وجهه سبحانه وتعالى لأن ما قصدته لله دام واتصل وما قصدت به غير الله انقطع وفنى لأن كل ما سوى الله يفنى فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مع الباقي ولا يجعل نيتنا مع الفاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته